فعن أبي إسحاق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخاذن إلا من يعجبه وعن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اعتبروا الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب من هو مثله وفي رواية إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله وأن أبي الأحواص عن عبد الله رضي الله عنه قال اعتبروا الأرض بأسمائها واعتبروا الصاحب بالصاحب فالمرء إنما يعرف بصاحبه وقد أخرج الترمذي وأحمد وأبو داوت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته فلينظر أحدكم من يخالل من تخالل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب رواه البخاري ومسلم قال أوزاعي الإمام الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب أي منه وقال أصمعي لم أر بيتاً قط أجبه بالسنة من قول عدي عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي وقديماً قالوا قل لي من تصاحب أقل لك من أنت قال يحيى بن سعيد القطان لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس فسأل أي شيء مذهبه قالوا ما مذهب إلا السنة قال من بطانته قالوا أهل القدر قال هو قدري وذلك قال القحطاني في نونيته العظيمة المشهورة لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران